من المتوقع أن يعقد البرلمان القبرسي جلسة طارئة يوم الاثنين لمناقشة خطة الإنقاذ الأوروبية بعدما أرجأت الحكومة الاجتماع الذي كان مقررا اليوم وسيقوم البرلمان القبرسي بمناقشة هذه الخطة والمصدق عليها والتي تتضمن اقتطاع رسوم استثنائية على الودائع المصرفية وستطال هذه الاقتطاعات كل من يملك حسابا مصرفيا في قبرس وبعد أكثر من ستة أشهر من المفاوضات مع المفاوضيات الأوروبية وصندوق النقد الدولي تم التوصل إلى هذه الخطة مقابل الحصول على قرض بعشرة مليارات يورو لكن بعض الدول المانيحة كألمانيا تحتاج لموافقة البرلمان على خطة التقشف كما الخطة السابقة